دكتور محددين من قتل إسماعيل هنية بإرادك إسماعيل هنية رحمه الله إسماعيل هنية مثل الشعب الفلسطيني ضحية مثل أي فرد من شعبه إيران بدل أن تحميه استغلت مقتله وعلى الأرجح أنها قتلته وسارت في جنازته غضبطنا على التطبيع مع إيران وعلى ما نسميهم بالمتأيرنين داخل السورة السورية أتى من هذا الفهم يعني نحن نفهم جيدا أن القضية الفلسطينية قضية أساسية وسامية ومركزية في الزهن العربي لكننا بنفس الوقت ندرك أنه هناك تيار متأيرن داخل حماس وداخل بعض المنظمات الفلسطينية هو الذي دفع بهذا الاتجاه وجعل الوعي العربي جزء من الوعي العربي يرى أنه إيران يمكن التحالف معها بعض المتدينين من السوريين مثلا مثل الشيخ معازي الخطيب حتى محمد حبش بالإمارات كانوا يتحدثون الآن على أنه والله الأمة العربية تحلق بجناحين جناح سني وجناح شيعي وهذا كله تمهيد للتطبيع مع إيران التغريدة التي أشرت إليها تقول لهؤلاء بوضوح لا يمكن أن تتلاعبوا بقضية الدم إيران قتلت أكثر من نصف مليون سوري وهذا ما لا يستطيع أن ينساه السوريين ولا يستطيع أن ينساه العرب مهما فعلوا من محاولات التطبيع الدم هو الذي يصنع التاريخ وليس الخطب ألا يسيئك إلى أي حد أنت كسوري كمتأذي من بطش النظام السوري ومن بطش إيران عندما قال مرارا وتكرارا وكررها ربما عن قصد ليؤذي شريحة كبيرة من السوريين أن قاسم سليماني هو شهيد القدس هذه واحد من الأخطاء التي ارتكبها يعني لا يوجد إنسان منزل هل هذا خطأ أم هل هذا تحالف يعني هذا تحالف مطلق خاصة أنه قتل يعني في إيران يعني الآن هناك مقارنة دعني أذكر قصتين غزة محاصرة فعلا وتقصف والشمال السوري أيضا محاصر ويقصف من أكثر من جهة ويوميا كما يحصل في غزة لكن ليس بنفس الكسافة هل رأيت سوريين شكلوا وفد وذهبوا إلى إسرائيل وقالوا تعالوا وساعدونا مع أنهم محاصرين يعني هذا شعب محاصر في الشمال السورية وغزة محاصرة حماس الآن في تبرير خيارات التحالف مع إيران تلقي باللوم على العرب تقول لم أجد شيئا عند العرب لكني حين أراجع التاريخ أجد أن علاقتها كانت جيدة مع قطر علاقتها ما تزال جيدة مع قطر والسعودية علاقتها ما تزال جيدة مع تركيا كل هذه الدول كانت بجانبك أما كان بالإمكان إهمال إيران من هذا الحلف ولكن حماس قالت أنها خيارها المقاومة وخيارها الهجوم وخيارها الحرب وخيارها التحرير والدول العربية يعني لربما بأحسن الحالات استوعبتها ولكن لم تتفق معا بهذه الرؤية فقالت لك أنا أريد من يدعمني بهذا الشأن وذهبت إلى حليفها إيران يعني الآن أنت تريد القول إذا كنت أنا مخطئ أنه إيران حماس كانت على حق في تحالفها مع إيران هل هذا ما تريد قوله؟ من وجهة نظرة ألت لك أنا خيار المقاومة حزب الله بقول لك أنا خيار المقاومة أنا خيار المقاومة وتحرير فلسطين من حمص على سبيل المثال أو من لغصير كما قام بها حسن ناصر الله حماس بتقول لك أنا خيار المقاومة والمواجهة الدول العربية ألت لك أنا لم أتفق يعني هذا الشيء لا يتوافق معي لأني أنا أدعم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطيني أن نوسل الشرعي للشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر والذي حماس كانت جزء منه في التحالف والحكومة المنتخبة في 2007 أعتقد صحيح 7 إلا 8 تقريبا فبالتالي لا ندعمكم بمواجهة مباشرة مع إسرائيل هذه رؤية حماس هذه الرؤية اللي كل يوم أي واحد بتقول له مرحبا إيران بيقول لك أخي ما حدا دعم حماس إلا إيران ففورة بيقول لك العرب تركوها هاي المعادلة هاي المعادلة اللي دائما بتعيدها وبتكررها يعني شخص حماس